السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايبا عاملين ايه لسا مكملة معاكو حصص مراجعة الماس واحلى حاجة باخدها من الحصص دي الدعوة الحلوة من الامهات بجد بجد ده اللي مشجعني وان الناس بتستفيد تعالوا النهاردة حنراجع مع بعض درس الـ بس هناخده مع الـ ده سهل جدا علشان الـ دايما كده لما تيجي بلس او مينس في الفراكشن لازم نعمل الدينيميناتور يعني الاتنين يبقوا ساملر شكل بعض متشابهين ده دفع ايه في البلس والمينس لكن في تايمز والديفايدت سهل جدا كل اللي بتعمليه في التايمز انك انت بتعملي الناميريتور تايمز الناميريتور والدينيميناتور تايمز الدينيميناتور يعني ايه يا ميس؟ يعني لما يجي يقوللي 3 over 5 تايمز 2 over 7 طب هنا يا ميس ما فيش سيميلر للدينيميناتور مش فارق معايا انا بعمل تايمز يعني ايه يا ميس؟ يعني ناميريتور تايمز الناميريتور ودينيميناتور تايمز الدينيميناتور سهل جدا ازاي خدتي اللي فوق مع بعضه واللي تحت مع بعضه 3 تايمز 2 6 5 تايمز 7 35 يبقى الموضوع سهل جدا انا ها دربنا اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت طب الداهولي في شكل ديسميل نمبر اها تايمز وقاللي فراكشن مثلا برضو ولا تأثر انا ايلالكو قبل كده لما حكتين مختلفين غيري واحد للتاني تعالي هنغير الديسميل نمبر 7 10 هي هيها 7 over 10 تايمز 3 over 8 يبقى انا غيرت الديسميل نمبر لفراكشن اعمل ايه ناميريتور تايمز الناميريتور دينيميناتور تايمز الدينيميناتور يعني حضره باللي فوق مع بعض واللي تحت مع بعض 3 times 7 21 8 times 10 80 طيب الموضوع سهل اه ساعتي يديها لي في شكل complete كده يعني يجي يقول لي مثلا 2 over 5 equal ويديني كده فراكشن ويقول لي equal مثلا 14 over 30 لو احنا فهمنا الفكرة معناها ايه المسألة دي التو عملنا لها times كام بقت 14 التو times 7 الفايف عملنا لها times كام عشان تبقى 30 6 فالموضوع سهل قوي طب اداري ياميسي اداني ميكس النامبر يعني قال لي 3 and half times مثلا 4 over 7 اعمل ايه ياميس ده مديني ميكس النامبر ومديني فراكشن اتفقنا ان احنا الحاول احنا مش حينفع نحول ده لميكس النامبر فحول الميكس لفراكشن كنا بنحوله ازاي النمبر الهول نمبر times الدينيميناتور بلاس الناميراتور تاني بحوله ازاي 3 times 2 بلاس 1 وحط الدينيميناتور شكل ما هو 3 times 2 6 6 بلاس 1 7 7 over 2 يبقى انت كده عملت ايه حولت الميكس النامبر لفراكشن التاني فراكشن زي ما هو يبقى احطه زي ما هو اعمل ايه في الطايمز اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت 7 times 4 28 ها 2 times 7 14 خد يبالك لما يطلع لك رقم زي ده اقدر اعمله سيمبل يعني اعمله سيمبل يعني اختصره اه ينفع يا ميس لحظة كده انه 14 و14 28 اه يعني معنى كده ان 28 divided 14 equal 2 و14 divided 14 equal 1 2 over 2 2 2 over 1 يبقى الريزول تطلع كام 2 شفتي المسألة الطويلة دي على 2 عملنا ايه حولنا الميكس لفراكشن وبعد كده ضربنا اللي فوق مع بعض واللي تحت مع بعض لو طلع طب ليه يا ميس هنا مثلا ما عملتي السيمبل لان الرقامين دول مش موجودين في تيبل 1 لو فك بس هنا ينفع نعمل ديفايد 2 على فكرة آه ينفع ليه علشان دول even number يعني لما تيجي كده تقولي 14 ديفايد 2 equal 7 آه صح 13 ديفايد 2 equal 15 هنا انت كده عملتلها سيمبل لكن فيه ارقام يعيال ما بيبقى لهاش سيمبل بتبقى زي ما هي تمام ابصت كده للنمريتور والدينميناتور ينفع نقسمهم على بعض طب بالنسبة بقى ل الديفايد انا بعد يوم شغلي ببقى مهلكة بس بحاول والله اشتغل معاكم لاني شايف ان الناس طلبة فعلا مراجعات يعني تعالوا كده للديفايد تمام ديفايد ديفايد ايه ديفايد الفراكشن قال لي لما بيديك كده 2 فراكشن مع بعض ها حدهالك في رسمة كده تفهميها وقال لي ديفايد مش اللي فوق اللي فوق اسمه ناميريتر واللي تحت اسمه دينيميناتر ها ياميس اهو ناميريتر ودينيميناتر وفيه علامة ايه في النص ديفايد اعمل ايه هاعمل علامة مقص اه كروس هنقول الناميريتر تعمز الدينيميناتر والناميريتر التاني تايمز الدينيميناتر يعني ايه يعني اعمل مقص واقلب لعلامة تايمز طب تعالي ناخد مثال عشان تفهميه لما يقول لي 3 3 over 5 divided sorry 2 over 7 ها هو مديني 2 فراكشن هل هنا بص لل دينيميناتر لا احنا مش في بلس ولا مينص احنا هنا ديفايد يبقى اعمل ايه ها اعمل كروس اخد النيميريتر مع الدينيميناتر والنيميريتر مع الدينيميناتر 3 times 7 21 2 times 5 10 ينفع من لهم simplest لا يبقى اعملنا ايه اعملنا مقص خدنا اللي فوق مع اللي تحت واللي فوق مع اللي تحت تاني قال لي كده 6 over 9 divided 2 over 3 مثلا اه اعمل ايه cross اه النميريتر times الديناميناتر والنميريتر وثان دينيميناتر times first الديناميناتر دربناه كده بعض 3 times 6 18 2 times 9 18 الله ده طلعت الليب 1 18 divided 18 طب الدانياميس مثلا fraction يعني الداني ديسيمال number يعني قال لي 9 tens divided 3 over 8 اه الداني ديسيمال مع fraction اتفقنا مع بعض في البلاس وفي الماينس وفي times والdivided لازم اللي اتنين يبقوا شكل بعض اسهل ان انا حول الدسيمال لفراكشن 9 tens يعني 9 over 10 برافو عليكم ممكن نعمل طريقة تانية بدل دي حولي divided لtimes وقلي بالكسر 8 over 3 شفتي عملنا ايه قلبنا الدivided لتايم وقلبنا الفراكشن دي طريقة تانية وكل واحد بيبقى ليه طريقة اسهل اعملي بقى تايم اللي فوق مع البعض واللي تحت مع بعض 8 times 9 72 over 3 times 10 ب 30 27 وال 30 ينفع نعمل لهم divided ازاي اميس مش اللي 2 even number اعمل لهم divided 2 اعمل لهم divided ايه 2 72 divided 2 نص 72 ايه علشان تتعلموا تقسموا كده بدمغكو يعني ايه مش نص 72 ايه يعني لو معاكي 72 جنيه وجتي تقسميهم على 2 مش 70 نص 35 واللي 2 نص 1 يعني معنى كده نص 72 36 طب نص 30 15 شفتي انا بقسم من غير معمل لعملية divided انا بقسم بدماغي 72 divided 2 معناها ايه معناها ان انا بقسم 72 دي نص و 30 divided 2 معناها ايه ان انا بقسم 30 لاثنين يعني نص 30 كام طلع للريزلت 36 divided 15 يبقى عندك طريقة سهلة جدا اللي هي بتعملي cross وتعملي times النميراتور times الدينيميناتور والدينيميناتور times النميراتور بتعملي عالم cross وفيه طريقة تانية بنحول times divided لtimes ونقلب الكسر التاني طب تعالي ناخد مثال تاني يجي يقول لي كده 4 over 9 divided مثلا 4 tenth تمام الفراكشن الاول هو فراكشن لكن التاني ده decimal number هيغير منه ونحوله لفراكشن هتبقى 4 over 9 divided 4 over 10 حولنا الدسمال لفراكشن قلنا ممكن ايه نعمل مقص وممكن نعمل طريقة تانية يعني ننزل الفراكشن الاول زي ما هو حولي علامة الدفايد لتايمز حولي علامة الدفايد لتايمز الفراكشن التاني اللي بيه شاء اللي بيه كده وبعد كده ندرب اللي فوق مع بعض وندرب اللي تحت مع بعض 4 times 10 ب40 صح 4 times 9 ب36 لحظة كده ان الرقامين دول ينفع نعمل لهم موجودين في table 4 40 divided 4 equal 10 36 divided 4 equal 9 اظن سواء الTIME او الدفايد مفيش اسهل منه الطايمز اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت الدفايد بعمل كورس واضربهم في بعض ناميريتور طايمز دينيميناتور ودينيميناتور طايمز ناميريتور موضوع سهل وبسيط وازن حصة جميلة وخفيفة اشوفكم على خير الحصة الجاية ما تنسونيش بالدعاية باي باي